اشتركوا في القناة الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية حيث جرى بحث العلاقات الاخوية الراسخة ومجالات التعاون والتنسيق المتبادل لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بالاضافة الى تطورات الاحداث اقليميا وعالميا عقبتها زيارة الى الجمهورية الفرنسية الصديقة اجرى جلالة الملك المعظم خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وكان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب الجلالة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة